أزيد من 24 ألف منتوج مسجل في المنصة الرقمية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري والرقم مرشح للارتفاع منصة للبيانات أطلقتها وزارة التجارة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين قصد المساهمة في أعطاء المعلومة الاقتصادية التي ستساهم في ضبط السوق ومعرفة قدرات الجزائر التصديرية والتخفيف من الاسترادة تم تسجيل إلى غاية اليوم 8371 شركة وإحصاء أكثر من 24 ألف ومئة وثمانية وثمانين منتوج مسجل في المنصة الرقمية للبطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري نقوله فيها على أقل 90% ما هو موجود إن شاء الله سيتم تحيينها مع بعض ثم إصدار الدليل وهكذا إن شاء الله جميعا معا سنضبط ما يتعلق بالتجارة الخارجية سواء وريدة أو صادرات وأيضا سنشجع المنتوج الوطني أعتقد أن اليوم هو يوم المعلومة الاقتصادية لكي نقول للناس ماذا ننتج وماذا نستطيع أن نصدر وماذا نستطيع أن لا نستورد سوف تكون هذه المنصة خدمة لهذه الاستراتيجية المتعلقة بالتصدير قاعدة للبيانات تتضمن معلومات تفصيلية عن الشركة وخصائص منتجاتها لتكون بمثابة أرضية للمعلومات لمختلف الفاعلين الاقتصاديين قاعدة بيانات هي تعطي لكم كافة البعلومات حول تركيبة المنظومة التجارية والاقتصادية والصناعية والخدماتية للبلد ونحن راح تمكننا كجهزة اجتشارية للدولة بقيام ما يسمى بعملية الذكاء الاقتصادية عليها راح توفرنا معلومات قوية وبيانات تمكننا من بين حتى استراتيجيات اللي راح تكون على المستوى القاسر متوسط وبعيد المدى هذا وتعتزم وزارة التجارة قبل نهاية شهر جوان من السنة الجارية إطلاق بطاقية وطنية أخرى مخصصة للخدمات مما سيسمح بالتعريب بالخدمات المقدمة من طرف مختلف المؤسسات